بالنسبة الراشد بيقول لطلال المفروض بقى انك تخرج من قطك وتأكل وتشرب معانا المصيبة على الكل مش عليك لوحدك وزعلك مش هيرد حاجة بيرد طلال وبيقوله مين اللي قال لأمي رده وقال معرفش أنا سألتها وهي اتهربت من إجابة قال لصوفي أكيد صوفي هي اللي قالت لها أنا متأكد أكيد يعني هي اللي عايزة تعمل كده في أمي وتغيصها وتفرسها وخاصة ان الموضوع جه بعد ما صوفي جاد زارتنا في البيت راشد بيروح وبيسأل صوفي بيقول لها مين اللي قال لغادة على الموضوع جواز طلال بترده وتقول معرفش روح اسألها لكن بيقول يعني هيكون مين يعني اللي مصلحته يعمل كده انه يغيص غادة قالت لقصدك على ايه انت شاكك فيا مين اللي قال لك كده أنا ما عملتش حاجة ولا قلت حاجة ده جزاتي بعد ما وقفت معاكو وبتروح بتتكلم مع طادر وبتقول له انت اللي تتهمني ان انا قلت لامك قال لها مش بيتهمك انا متأكد قالت له بعد كل ده بعد ما وقفت جنبك بعد ما كنت صعبان علي جدا امك ما سألتش فيك وانا اللي كنت مسأل فيك وبتاخده من ايده وبتروح على قوضة غادة وبتقول لها تعالي دلوقتي عرفينا مين اللي قالك بالضبط على موضوع جواز طلال لانهم شاكين فيا اتكلمي احكي غادة بصت كده مرة واحدة وقالت انت اللي علمتيني بتتصدم طبعا تجنن وبتقول لراشد قول حاجة يا راشد انت مسدق ان انا اللي قلت لغادة والله هنم قلتش حاجة لانا حتى كنت وافى مع طلال ازاي غادة تقول حاجة زي كده رد وقال لها غادة اعترفت قدامنا كلنا ان انت اللعمتين يا صوفي